النشرة السنوية لإحصاءات الجواز والطلاء اللي بتطلع كل سنة عن الجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء أكدت إن معدلات الطلاء في آخر سنة بس وصلت لحوالي 222 ألف حال الطلاء بمعدل إيه؟ 586 حال الطلاء في اليوم الواحد يعني تقريباً حال الطلاء كل دقتين وعشرين ثانية متخيلين؟ الأرقام على قد ما هي صادمة وتخوف على قد ما في وراها أزمة أكبر بكتير من إن واحد واحدة تجوزوا وتطلقوا الأزمة اللي قصدها هي الأطفال ده حياة طلاء في عندنا في مصر سبعة مليون طفل ومراهق من أب وأم متطلقين وقفين لبعد بكل كره وعداوة في محاكم الأسرة سبعة مليون طفل ومراهق محطوطين ما بين أبوهم وأمهم الأم بتشد من ناحية والأب بيشد من ناحية الأم وقالها بيشتموا في الأب وأهله طبعاً وصاد الأطفال من ناحية والأب وقاله بيشتموا في الأم وأهلها وصاد الأطفال من ناحية تانية ده غير الخنائات وضرب وعنف محاولات خطف مقساة مقساة ملاش أول من آخر ويمكن بقى الحضانة أو بما إن الحضانة بقى غالباً بتروح للأم فالأب هو اللي بيشوف ولاده بحكم القانون قانون الرؤية بيقول إيه؟ هنتعلم مع بعض قانون عشان نبقى فاهمين كل حاجة بتحصل لكل من الأبوين الحق في رؤية الطفل لمدة 3 ساعات إسبوعيا 3 ساعات بس تخيلوا 3 ساعات بيشوف فيهم الأب بابنه أو بنته في نادي أو مركز شباب واستحرصة أمنية كأنه في سجن حوالي أبهات كتير بتيجي في نفس اليوم عشان هما كمان يشوفوا ولادهم بنفس الطريقة أوقات كتير الأمة بتعاند بترفض أن هي تجيب ولادها في المعاد المقرر بترجع تقول أصلي كنت تعبانة أو أي حجة تانية ويدوخ القلب عشان يعرف يثبت أنها بتتدعي المرض أو أن هي بتعند معايا أو بتعنده في عياله ويوم الأمة بتتمادة بينزرها القاضي ولو كررت عنادها وامتنعت بتتنقل الحضانة لحد تاني الحضانة بتبقى المين غالبا بتقول لك جدا أم الأم يعني في بيتها أزمة كبيرة أزمة كبيرة كل المجتمع بيدفع تمنها من سلامه النفسي والأسري وزي ما دكتور محمد هني كان بيقول وكل خبراء الطب النفسي بيقولوا ما فيش طفل في الدنيا يتمنى أنه يتربى بين أب و أم منفصلين حتى لو الانفصال ده بيبقى خلص أمر ضروري والأتنين اتفقوا أنهم يسيبوا بعض بالمعروف ومنتهى الرقية برضو الطفلة بيتأثر بيتعلم من سن صغير قوي يعني إيه فراء بيبدأ يعاني من غياب الأب أو غياب الأم بعد ما كانوا ياخد طول الوقت أنه عايش ما بينهم هم من الاتنين بيخرج معاهم يا ترى كم أب و أمهم مفصلين قروا كويس أو عرفوا توابع الطلاق على نفسية ولدهم طب كم أب و أم فهموا كويس نتيجة الانفصال عن أطفالهم الصدمة اللي بيبقوا فيها الاضطرابات الحزن الغضب اللي بيمروا بيها كل المشاعر دي بعد الطلاق طب كم أب و أم قرروا أنهم يخلوا خلافاتهم على جنب واتفقوا أنهم لازم يحطوا خطة التربية سليمة عشان يخلوا أولادهم يعرفوا يتعايشوا مع قرار الانفصال ويطلعوا أسوياء فيش جواهم عقد وكلاكيعمل كلمة طلاق ويخافوا من الفرق الحياة شكلها بيتغير تماما من بعد القرار زي ده طب كم أب و أم قرروا أنهم يبلعوا الماضي وننسى الخلافات لما بينهم بقى خلاص ما بقوش يجبوا سيرتها نهائي قدام أطفالهم عشان الطفل ما يتشوش ويطلع حيران بين الكلام المتناقض اللي الأم بتقوله على أبوهم أو الأب بيقوله على أمهم نحن بناخدها لعبة ساعات تفكرني بابوك نفس شخصية أمك عايز أقول لكم أن الانفصال لما بيعرفش يعني يتخيل كده يتخيل معي بيخلي الطفل بيعاني على المدى القصير لدرجة أنه هو بيجيله حالة من الرفض والاستنكار بيحاول أنه هو يفتكر ويرجع بالذكرة المرحلة قديمة كان قاعد فيها مع أمه وأبوه كان مرتاح وأنهما لسه ما انفصلوش بيبقى دايما مش عايز يصدق أنهما خلاص سابوا بعض وعلى المدى البعيد بيخلي الأطفال تعاني من مشاكل دراسية عاطفية بيخافوا واجتماعية وسلوكية ده كل ده في حالة أنهما انفصلوا بشكل متحضر ومحترم ما بالكم بقى بلا بيحصل بين أب وأم كارهين بعض معزبين أطفالهم معاهم بيحاربوا بعض في أطفالهم كام أب النهاردة هو أب على الورق بس لكن فعليا هو محروم من دناه مش قادر يشوفه ولا يربيه ولا يبقى أبوه وياخده في حضنه ويخرج معاه وكام أب أصلا مش عايز يشوف أولاده ليه بتعملوا كده في أولادكم؟ طب ليه بتعزبوهم؟ بتشوهوهم بالشكل ده ليه؟ طب فين كلام ربنا؟ وصلنا بإيه؟ طب فين إنه نخرب المعروف وما ننساش الفضل بيننا؟ وفين الحديث الشريف اللي بيقول كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياته؟ سمعتوا معنا كلامة دكتور محمد هينيفة الفقرة اللي فاتت وسمعتوا كمان كلام شيخنا وعرفتوا مدى عقوبة الزنب أو الزنب اللي بيبقى عليكم اللي في شرع ربنا لما تعملوا كده وكلنا في النهاية هنقف بالإيديه وهنتحاسب واللي بيروح بشلة تقيلة وما فيش عنده فرصة يرجع ويصحح حساباته هو عارف آخرتها إيه راجعوا نفسكم في داخلة رمضان في داخلة شهر الكريم يفتكروا كويس إن دي معاملة وأن الصوم والصلاة وكل أنواع العبادات مش كفاية ممكن ما تقبلش محدش عارف لو أنت كسرت قلب إنسان وحرمته من ضناء أنا عملت اللي علي اللهم بلغت اللهم فشلت شفت حالات كتير كده وبيصعب علي الأطفال في منهم بجد اللي كانوا من صحابنا ومعنا في المدرسة وحصل لهم كده والله العظيم بيعودوا يكتبوا حاجات على الفيسبوك تقطع القلب ممكن يكتب مثلا رسالة كل يوم لابنه عشان يصدق أو أبا يحط صورة ببنته ويقعد يكتب لها كلام حلو عشان ما تصدقش اللي أمها بتقوله بتعملوا كده ليه هتستفادوا إيه ده ده كنت تفتكر بس لما كانوا يتخنقوا أو حتى لحد النار ده لما يتخنقوا أنا بتأثر نفسين ممكن معرفش أشتغل ممكن معرفش عيش حياتي طبيعي بابلكوا أطفال بتعملوا كده ليه ربنا يحنن قلوبكو على بعض ويحنن قلوبكو على ولادكو عشان دول أهم حاجة مهما كانت خلافاتكو ونتقابل بعد العيد إن شاء الله في حلقة جديدة وقصة تانية بقى أبطال تانين بس أهم حاجة تكون قصة حقيقية